مباحث الإدارة العامة لمباحث السلاح حلو وأنا أقول لكم بصريحة العبارة عفي عليها من إدارة ولا ترد على أحد سيدة على النيابة سيدة بدون توقف بدون بريك على النيابة وهذا اللي حنا مستفدين حنا في نقاطنا التفتيش نصيد كم هائل من الأسلحة المراقصة والغير مراقصة حتى المرخص مو معناته أني أنا أعطيه ويمشي ويروح لا أيبه عندي في الإدارة صراحة أقول لك وحد السلاحة يوم يومين أتأكد من الترخيص واجبي هذا صح فلا يتصور أنه بهذه الطريقة يعني أنا لا أعرف ما هو الحبار أو الطيور هالكم الموجودين التي ترى كل سيارة فيها ست سبع قطع من السلاح هذا بوحمد سبع اكتشافه أثناء التفتيش أثناء التفتيش هذه كلها مواقع حنا نفتشها ونعرفها صراحة هذا خط السالمي هذا باليهرة خط السالمي وانت رائع وفي عندنا خط شئ اسمه مين عبدالله هم نفس الشي صايدين عند المصانع وفي عندنا طال عمرك عند مزارع الدواجن اللي موجودة في الأطراف اللي قريبة من المملكة على خط أبرق هناك كلها مناطق معروفة وحنا متابعينها ولكن أنا أقول لهم لا يفتكر أنه إذا عنده سلاح وترخيص راح أتركه ما راح أتركه راح أتأكد منه وشوف غايته ورايع كله حتى وإن كان سلاح حتى بوحمد القرق كان والله هذا السلاح وأنا مرخصي ما يمنعني أنا أحجزه وأتأكد وأدقق عليه وأتأكد من نويته وأشوف المخالفات اللي عليه وأشوف الأحكام اللي عليه أسوي له فل كامل بوحمد قضية اللي عليهم أحكام أثناء التفتيش على طول لحالة للتنفيذ طبعاً يعني أنا والله أكو إحصائية يليت بوحمد فيه إحصائية هنا موجودة للكم الهائل اللي تم ضبطه خلال الفترة اللي راحت هذه الفترة شوف هذه إحصائية بس أبين لك أنا من 1 يناير حتى 1 أكتوبر 1 أكتوبر 17840 نقطة التفتيش ماشا الله ترى ما حيتحس فيها اللي حس فيه المجرم اللي حس فيه المتعدي اللي حس فيه اللي ما يرضى على التفتيش اللي يقول لك ليش حطينا التفتيش ليش مسكرين الطريق نحن ما نسكر الطرق لو كنا نسكر الطرق شاء الناس كلها قامت علينا بل بالعكس والله إن بعض الناس يطبطبون على ظهورنا ويقولون لنا الله يعطيكم العافية ويقويكم وشدوا بعد وحتى بعضهم والله العظيم يقبل نقطة التفتيش ويقولنا ترى السيارة الثالثة والرابعة فيها كذا وكذا وكذا شايفهم هو يعني فيه علاقة موجودة يعني عندك ضبط جنائي 1131 عندك ضبط مدني 3237 عندك تغيب 7078 عندك مخالفين قانون العمل واللي قامه 22000 عندك بدون نثبات 7400 عندك ضبط مركبات مطلوبة 1719 عندك سلم كل المخدرات اللي حنا نصدهم في هذه النقاط التفتيش اللي تشوفها 1795 ضبط الخمور 549 ضبط السرقات السرقات اللي ناس بايقين ونصيدهم في مواقع التفتيش اللي عندنا 459 ضبط العمالة السائبة اللي انت تشوفها هذه 8720 إن شاء الله إن شاء الله باع من تجول اللي قاعد يبيع يا أخي هاي الباع من تجول منين طلع لنا هذا يعني قبل حنا كنا نعرف إن اليمنيين عندهم قار تفكرون بحمي عندهم إيه والله هذا منين طلع هذا شيء له صندوقين ولا شايل لك لو بيع ربيان ما رح حطي التغريقة يبيع ربيان بالسالمية عندنا البلاغات اللي وصلت لنا تقريبا 85 1685 هذين من عمليات الوزارة اللي قلت لك الربط الآلي اللي مشترك بيننا وبينهم زائد البلاغات اللي تي من المخافر عكسية يعني واحد عنده هوشة في بيته واحد شايف مشاجرة واحد شايف حادث كلها هذه همتيوية مخالفات مرورية 78 421 حجز المركبات المرور المستهترين 6 317 وأنا من هالمنبر أقول لهم أحسن لهم خليق العون أكون هيئات مسوينها خلي روحون لهم في مواقع مسوينها خاصة للاستعراض خاصة لهذا خلي روح يشترك فيها والسيارة هذه ما تطلع إلا فوق سطحه فوق الوينش ولا تمشي في الطرق يعني موش يقلها ويمشي بالشارة أبدا موجودة خلي روح يشتركوا إياهم ويسوي اللي بيسويه أما أنه يسكر الطرق ويأذي العالم ويسوينا مشاكل أنت شايفها حوادث وفيات وحوادث يعني إصابات خطيرة فيها لا ما رح نتركها ولا رح نتركها